اختتم مؤتمر الازدهار الذي احتضنته مدينة مراكش المغربية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بمشاركة الليبية وحضور إقليمي ودولي لافت تمثل في صندوق النقد الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي إضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية وعدد من الخبراء الاقتصاديين السيد الرئيس الصندوق العربي الصندوق النقد العربي السيدة كريستين لغارد مرحبا السيدات والسادة الوزراء ومحافظي البنوك المركزية والمسؤولين الحكوميين وممثلين المنظمات والهيئة الدولية ممثلين القطاع الخاص ممثلين المجتمع المدني الخبراء الباحثين البيان الختامي للمؤتمر صلت الضوء على نقاط مفصلية مرت بها الدول التي شهدت تغيرات سياسية قوضت من فرص تعزيز وتطوير قدراتها الاقتصادية فضلا عن مجابهة الأزمات الاقتصادية كان خفاض أسعار النفط ومحدودية الإنتاج بالإضافة إلى استفحال البطالة التي بلغت 25% ركز مؤتمر مراكش على السياسات المحددة التي تتطلب تحديد مصادر وتدابير جديدة للنمو من أجل التغلب على العقبات التي تعترض التنفيذ وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية وشمولية كما أتاح الفرصة لممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني لمناقشة التحديات والفرص في المنطقة نحن مجتمعين اليوم بمراكش للنائش نستقبل الاقتصادي للعالم العربي مجموعة من الخبراء والاقتصاصيين من حكومات من مسؤولين بالمجتمع المدني ومن القطاع الخاص للتفكير حول ثلاث أسئلة أساسية كيف فينا نخلق نمو من المنطقة؟ كيف فينا نخلي عيدا النمو يخلق فرص عمل أكثر؟ وكيف فينا نعالج مشكلة الأوضاع الاجتماعية التي عام يعاني منها بعد شرائح المجتمع أهمية هذا المؤتمر أنه يجمع كل المعنيين سوا ويركز على كيفية تحسين الأمور وكيفية تطوير دور القطاع الخاص ودور المرأة في الاقتصاد العرب ليبيا صاحبة الاقتصاد الريعي ليست بمنأة عن التحديات الاقتصادية فقد كان لها حضور بارز في هذا المؤتمر حيث أكد محافظ مصر في ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال لقائه برئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن عبد الله الحميدي حرصه على استمرار حيادية المركزي والحفاظ على مقدرات الليبيين بعيدا عن التجادبات السياسية البيان الختامي أكد على ما جاء في مؤتمر عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية في عام 2014 الذي أبرز ضرورة النمو لتوليد فرص العمل في العالم العربي